العراق يعلن عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد لمواطن قادم من ايران ليرتفع بذلك اجمالي عد الحالات المسجلة الى ست حالات وزارة الصحة العراقية اوضحت ان المصاب راجع احدى المؤسسات الصحية واجريت له فحوصات مخبرية وجرى الحجر عليه في مستشفى الفرات في بغداد لمتابعة حالته الصحية يأتي ذلك فيما اتخذت الجهات الرسمية اجراءات جديدة تضمن التعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ومنع التجمعات العامة لمدة عشرة ايام الى جانب اجراء مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بلا جمهور فضلا عن شروع قوات الشرطة في العديد من المدن باغلاق المقاهي ومراكز تجمع الشباب الى جانب اتخاذ وزارة الخارجية قرارا بوقف منح سمات الدخول لمواطني تسع دول هي الصين ايران اليابان كوريا الجنوبية تايلاند سينغافورا ايطاليا الكويت والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والاجنبية والهيئات الدبلوماسية تأتي هذه الاجراءات بعد تسجيل خمس اصابات مؤكدة بفيروس كورونا احداها في النجف لطالب ايراني جرى ترحيله واربع افراد من عائلة في كاركوك قدمت مؤخرا من ايران وزارة الصحة اوضحت بانها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لفحص جميع الوافدين القادمين من الدول الموبوءة وبعد التأكد من ظهور اعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورا الى مراكز صحية لحجرهم وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة هذا وكانت منظمة الصحة العالمية اكدت تسجيل اصابات جديدة في الشرق الاوسط واوروبا وتناقص للحالات المسجلة في الصين واضافت ان ظهور كورونا في دول جديدة يبعث على القلق لكنه ليس وباء عالميا حتى اللحظة